أعز بداية أن به أن نذكر الناس خطر على الأقل ثم برشة متمسكين بذاكرة الساميكة واذا كل أي ذاكرة مذقوبة هؤلاء الارهابيين كانوا يوماً ما يعملوا في الرياضة في جبل وكانوا يوماً ما ينحوا في الكلوستيرول مجبل وكانوا يوماً ما يروحوا عن أنفسهم ويعملوا في بعض الأنشطة الإبداعية والثقافية هؤلاء بين اليوم واليوم هؤلاء ما يعملوا في الرياضة واليوم هؤلاء موجودين غادية في خطر داهم على الدولة وعلى المجتمع الدولة الآن أصبحت شعباً وسلطة مواصلة مستمرة في الحاقة الهزائم والانكسارات بالإرهاب والإرهابيين لأن القبض على هؤلاء الناس اللي كبيرة فاهم برشة كلمة ناس القبض على هؤلاء الهرابيين بتلك الشكلة وبخطورة هؤلاء لأنهم من القيادات العنيفة والخطيرة جداً بكيفية أنهم يتم القبض عليهم أحياء دون قطرة دم واحدة معنى هذه نقلة نوعية نشوفوها في وزارة الداخلية الآن بعدما نقولها تحررت وتعززت مجهوداتها اللي كانت موجودة قبلها ولكن تعززت أيضاً خطر ما عادش مقيدة بقرارات سيادية كانت سياسية كانت قبل لأنه على الأقل مجموعة من الناس اللي كانوا يحكموا قبلها مستنفعين بالجرائم الإرهابية الحاصلة في الجبل وغير الجبل لكن أيضاً نذكروا أنه تونس صارت أيضاً تدرس في العالم وتعطيها في دروس في كيفية التعامل الأمني مع كل المجرمين شديدين الخطورة وتعطيها في دروس حول كيفية القضاء على الإرهاب انطلاقاً من أولى العمليات الإرهابية من الروحية وصولاً إلى بنجردين وصولاً إلى هذه العمليات الحاصلة الآن لكن زادة لازمنا نذكر أنه هذا الخبر السعيد جداً للشعب هو خبر يغضب البعض لأنه ثم يتغش خطر الإرهابيين يتشدوا في العبس لأنه الناس اللي تريد دائماً أحراج السلطة مهما كان مصدر هذا الأحراج وتسجيل نقاط سياسية مهما كان نوع هذا الأحراج تعتقد أنه إضعاف هذه الدولة وإضعاف هذا المجتمع وترهيب الناس وتخويف الناس ربما سيتيح المجالة وتكون هناك فصحة على الأقل للعودة إلى الديمقراطية الكريهة اللي كانت أقبل دي ما نحكي على البعض لأنه ما نكونش نعمى منه أنا ما فهمتش عني علاقة الإرهاب بالعودة إلى الديمقراطية لكل شيء مرتبط باعة لما يسألت جميعاً كل شيء مرتبط باعة معناها لو لا 78 و84 و2008 ما كانش 2011 و2011 ما كانش 2021 و2021 كان من خلال وجود هؤلاء اللي هما محميين من خلال سياسيين موجودين معناها مسألة تكاد تكون مرتبطة ومتصلة كلها ببعض وخبر أيضاً معناها ثم ناسا ما يعنيهاش معناها ما يعنيهاش سلامة هذا الوطن وأمن هذا البلاد لكن اللي نأكدوا علي اللي ثم نقلة نوعية على الأقل شخصياً أعتقد منذ تقلد السيدة كمال لفقير وزارة الداخلية صار نوع من الحرص أكثر وشراسة أكثر في القبض على هؤلاء الإرهابيين وإحلال السلام الدائم والهدوم والاستقرار الدائم في هذا البلد لأنه وراء وزارة ينمشي ونشوفوا احنا في المحاكم نشوفوا مجموعة من المتهمين موجودين معناها تلقى بتلاثين أربعين متهم في جلسة واحدة يتقول كيفاش كنا عايشين وأولئة يعيشوا معنا معناها رغم هادم كانوا يدوروا معنا في الشارع رغم هادم كانوا يشيروا معنا في السميد وفي المقرونة وكانوا يتجولوا معنا وكانوا معنا يعمل في كل شيء وهو موجودين معنا ميسالش هذا وقت باشا للغرب لولفرز أن تونس تبقى للتونسيين الوطنيين فقط واضح